بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم لني واشتعل الرأس شيبا ولم أقوم بدعائك رب شكيا وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يغثني ويغث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال فذلك قال ربك هو علي هيد وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فاخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذني كتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وعنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهل حام كانه شرقيا فاستخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال فذلك قال ربك هو علي هيد ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قسيا فعجاءها المخاب إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحذني قد جعل ربك تحتك سريا قد تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري أين فيما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمان صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحذله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المحد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحك الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا فراق مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وعبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمان عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون في دعاء ربي شقيا فلما اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وعبنا له إسحاق وياقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناجيناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه حارون نبيا واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يعمر أهله بالصلاة وكان يعمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين عنعم الله وأليهم من النبيين من ذرية آدم من النبيين من ذرية آدم ومن من عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من عدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمان خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف عضاء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلكون غياة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعلى الرحمن عباده بالغير إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا وصبروا لعبارته هل سعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم أشد على الرحمان عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولاد حاسنية وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك ختما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونبر الظالمين في حاجتيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين عاملوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نجيا وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمان مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من وشور مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين هتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرضا أبرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونعفه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله عالية ليكونوا لهم مؤذا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا ألم تر أن ما أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أدى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم أدى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وابدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملقون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنبر به قوما لدا وكم آلفنا قبلهم من قرن هل تحسن أحد أو تسمع لهم ركذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر